في مسيرة وفاق عامر خانت يولا بيبقى فين؟ يعني فكرة جديدة حاجة مختلفة بتعتبري إيه؟ كل خطوة بخطيها أنا ابني قالي بحس إن انت بتبتدي فأنا حاسة أنا لسه بابتدي لحد دلوقت لحد دلوقت مشوار كم سنة مشوار يا وفاق؟ أكتر من 25 سنة بتحسي مبارح آه مبارح بتبصي على المشوار ده إيه؟ حبيتي فيه إيه؟ كرهتي فيه إيه؟ أنا حبة فيه النجاح آه مش كرهة فيه حاجة حتى الحاجات اللي كانت مؤلمة بالنسبة لي دلوقت بحس إن أنا بستمت على ما بفتكرها لأنها بتبقى علمتني يعني حتى لو حاجة خلتني تقلمت زعلت شلوني من شغل آه راح مني حاجة ضعت مني فلوس ضعت مني دع مني أشخاص بحس إنه الحياة كل ما ربنا بيديع لنا كل يوم مكسب إيه أكتر مواقف اللي علمتك؟ علمت فيكي؟ علمت فيي أن أنا أبقى متحدية دايماً ودايماً أبصي للوجه المضيئ من القمر إمتى؟ 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 في أوقات إيه؟ وفق كانت موقف صعب لكن خرجت منه متحدية؟ لا كتير يعني مش يعني بصي المواقف الصعبة دي بتقابل البني قدم كل يوم يا لمسي كل يوم تقابلي موقف صعب بس دايماً تبتسمي لأنه حيتحل حيتحل أنا مكتش بنام دلوقتي في عز المواقف الصعبة أحط راسي نام وما نسحها أنا بقى نتكلم في المشوار الطويل كل مشوار له علامات تقولي فيلم كذا كان علامة مسلسل كذا كان علامة نبتدي بالسينما فيلم إيه كان علامة في وفاء بعدها وفاء بقت حاجة تانية فيلم مثلاً ما كانوش حطيلي صورة برة كان اسمه يتحب يتقب وكت عاملة الشغالة اللعوب وأنا عقلت دا الفيلم مش حيتشايفة أخد قرشين وخلاص بقى يعني معلش سوري لصنعي الفيلم وزملاء الموجودين والوضع محروس بتاع الوزير آه ده أنا فجأة لقيت لي صورة كبيرة على بقى السينما وأنا يعني طبعاً أستاذ عاد الإمام طبعاً يعني أنا بتكلم على عزيزة في يتحب يتقب لكن طبعاً أستاذ عاد الإمام يعني أنا أنا اسمي تحط بس جنبي اسم أستاذ عاد الإمام زي دي كانت علامة فارقة طبعاً في المسلسلات والدراما إيه اللي كان علامة فارقة؟ لا كل حاجة عملتها الحمد لله تناديت بالاسم يعني دايماً بدور في الدور يعني أنا بالنسبة لي الدور مش هو الورق هو المخرج لبسني اللبس هو المخرج هو اللي عيشني في جوه هو المخرج اللي وداني في حتة ممكن أتكلم وأتقلم وأتعذب وأتحك وأصوت وأصور وأحب وأكره يعني هو المؤلف وبعدية على طول بقى اللي بيسوقني المخرج ترجمة نانسي قنقر